اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محمد توفيه شكرا جزيلا واللقاء مهمة مع كابتن محمد مصير حميد والحقيقة يعني الكوتش محمد يمكن قال نفس الكلام اللي كنا بنقوله في الستوديو التحليلي طبعا احنا بنشوف الاداء الفني في المباراة وهو انه شارك عدد كبير جدا من لعبها الصغيرين ممكن محمد طريق الصغير فيه عبد الرحمن سعودي عبد الرحمن الحسيني يوسف مرجان عندنا زياد أسامة حمزة الصافي مجموعة كبيرة جدا كابتن يعني مكاسب عديدة النهاردة وواضح ان هو ده كانت سياسة ونازل بيها المباراة طبعا يعني انت النهاردة وعندك زياد أسامة محمد طارق حمزة ثلاث لعبها أقل من 19 سنة طبعا دي مكاسب كبيرة جدا خبرات لهم كبيرة جدا حتى في المال برضو الصغيرين يوسف مرجان أو محمد رمضان لعبها برضو أقل من 25 سنة فطبعا دي كلها خبرات لهم فاحنا الحمد لله عندنا صف تاني للنادي الأهلي يعني عندنا لعبها خبرات وعندنا برضو صف تاني يعني مستقبل للنادي الأهلي يعني بخير ومبشر بخير جدا ان شاء الله طيب خلينا نروح لأرض الملعب وزملتنا نرهان طمان ولقاء أحد اللقات المهمة تفضل نرهان مساء الخير مشاهدي قناة نادي الأهلي بكل مكان مساء الخير كابتن هايسا مبرحب بك وبرحب بضيوفك الكرام طبعا بنبارك للنادي الأهلي فوزه النهاردة وانتصارات متتالية ودايما كرة الطيرة بتفرحنا ومعانا كابتن عبدالله عبدالسلام أحد أهم نجوم النادي الأهلي على مدار تاريخه في الكرة الطيرة بنرحب بك كابتن عبدالله أنا سلام بحضتك وأنا سلام بك كابتن هايسا مضيف الكرام كابتن عبدالله قولي بقى المطش النهاردة نحن يعني الحمد لله خلصنا المطش بشكل طبيعي ثلاث أشواط إيه إيه الوقت اللي أنت بدأت تقلق فيه شوية في المطش لا والله الحمد للرب أمين طبعا على الفوز ببارك للعيبة الصوارين الحمد لله الصعدين والجاز الفني لا والله ما قلقتش الحمد لله بدين بداية كويسة بشكر الشباب اللي سعدونا النهاردة خرجونا المطش لبرا الأمان زي ما أنتم شفت النهاردة مستوى من الحمد لله بعمف تقدم كابتن ميدوم سلح كل المطش الحمد لله بيدعم بيهم بلعبهم شوط وشوتين النهاردة الحمد لله بدأوا بدأوا بشكل كويس ودي أهم حاجة النهاردة كسبناها في المباراة اللي إحنا نجرب بالناس الموجودة وتريسي أسألك على موضوع الناشئين إزاي بتلعب أو بتخوض مباراة مع لعيبة صغيرة وإنفى طبعا بكل التاريخ ده كله أكيد بيبقى ليك توجيهات ليهم في الملعب ليك دور أكيد معي مزبوط طبعا بس توجيهات دي طبعا بدأ من التمرين طبعا هم الحمد لله رب العالمين بيسمعوا الكلام أي تعليمات سواء مني سواء من الناس الكبيرين معايا زي حسام يوسف ومعه وضوح مصالح هم أطوم يعني أدنهم معنا بيسمعونا بيسمعوا الكلام بينافزوا تعليمات وزي ما أنتم شفتوا نهارد الحمد للرب بيظهروا بشكله كويس هم حاضرين زهنيا كويس جدا للموتش وإحنا مع تلماتنا معهم من بره الحمد للرب عمين هبينافزوا بشكله كويس غياب كابتن أحمد صلاح أكيد أكيد طبعا يعني نصك التاني في الملعب يعني الفريق شكله إزاي من غير أحمد صلاح لا والله أحمد طبعا لعب كبير ونجم كبير وزي ما بتقولي نصك التاني طبعا هو طبعا أحمد ده عنده أصابة في ظهره إن شاء الله رب عمين اليوميني جايين إن شاء الله يرجع التمرين تاني الحمد للرب عمين طبعا زي ما أنتم شفت زياد موجود وكان موجود محمد عصر ومحمد سعيد لو كان حصل مشكلة في مركز 2 قده بشكل كويس زي ما أنتم عارف الحمد للرب عمين كابتن ميدو بيجهز بديل واثنين وثلاثة بلا قدر الله حاصل إصابات الموسم بتويل جدا فكابتن ميدو عنده الحتة ده كويسة جدا بيجهز بديل الكويس وزي ما أنتم شفت الحمد للرب عمين يعني زياد قد بشكله كويس وإن شاء الله رب عمين أتمنى رجوع نجمع مصرح هنا بإذن الله جمهور النادي الأهلي بيصق جدا في الكرة الطايرة وبيصق في النتائج اللي بتعملوها ودايما يعني ده حب بيننا وبينهم من سنين كتير يعني عن مضار تاريخ البولي في النتائج الأهلي الحمد لله بنحضر بطولات على طول فطبعا هم سيكاتهم فينا كبيرة وإحنا إن شاء الله رب عمين كل فتر ربنا بيكرمنا بمقدة السيكة ديت بالحق بطولات بالحق انتصارات فخلاص هم وصلوا مرحلة خلاص واسكن جدا في الفريق أتمنى إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله الفترة الجايب إذن الله لذلك نحافز على الدوري نعوض الكاس لإخصانات السنة اللي فاتت ونخش أفريقيا إن شاء الله وعربية ونحق لهم طبعا المراد هم مركز أول لهم وعايز أقول لهم أنتوا حشتونا جدا في المدرجات نتمنى نرجعكم إن شاء الله في آربوات إن شاء الله وإحنا مسانينكم بإذن الله أخيرا كابتن عبدالله المباراة القادمة كلمنا عنه طبعا مباراة مع ناد الزهور طبعا فريق صعد محترمين جاسف أنه محترم لعيبة محترمة عندهم لعيبة عندها خبرة في الدولة الممتاز مباراة طبعا كويسة بالنسبان طبعا للخطوات الجاية للأدوار القادمة إن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله نقدر أن نقدي بأداء أحسن من النهاردة إن شاء الله وربنا يكرم ده إن شاء الله كابتن عبدالله بشكرك جدا وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا لك ربنا يخليك ألف شكرا شكرا ده كان لقاءنا طبعا مع كابتن عبدالله بسلام أحد نجوم الكرة الطائرة في النادي الأهلي شكرا لك جدا كابتن هيسم وأعود لك مرة أخرى في الستوديو مرهان تمام من الأرض الملعب بشكرك شكرا جزيلا اللقاء مهم كان مع كابتن عبدالله عبدالسلام يمكن يعني تحس إن كابتن عبدالله كده وهو بيتكلم تحس إنه يعني فيه دروس وفيه خبرات يعني يعني بجد أسطورة حية يعني في الكرة الطائرة يعني يعني تحس إن العيل تحبك بصير أكيد طبعا يعني أنا بشوف إن مواظم الجيل ده أو اللعيبة دي محظوظا أن عبدالله عبدالسلام عصروف في الملعب ممكن قائد جهو الملعب وبرم الملعب يعني أخي أكبر لهم بيستفدوا منه جدا يعني عبدالله عبدالله عبدالسلام أكبر لعيب في الفرقة وقته لعيب في الفرقة بيتمرن يمكن التمرين ممكن يبقى الساعة تسعة هو قبل الفرقة بساعتين موجود في النادي بيجمع اللعيبة في الجيم قبل أول واحد في الفرقة ممكن ممكن لعيب تاني ولكن لا أنا ما أعملش الكلام ده فهو حتى قدوة لهم حتى في الموايب يعني كابتن عبدالله للعيبة الصغيرة هو قدوة لما اللعيب صغير يجي يلاقي كابتن عبدالله موجود في الملعب أو في الجيم قبل يوم ده بيحسون اللعيب اللعيب اللي عايز يكون لعيب جامد أو في النادي الأهلي لازم برا الملعب كمان يكون قدوة ويكون قاد خلينا نروح كمان لأرض الملعب ومحمد توفيق وأحد اللقاءات المهمة تفضل محمد كرام وكل المشاهدين وتابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان عقب لقاء الأهلي والإعلاميين وفوزي النادي الأهلي بسلس أشوات نظيفة يمكن عايزين بقى نسلط الضوء على عدد من اللعابين النهاردة اللي كانوا موجودين في المباراة وتم الدفع بيه من قبل كابتن محمد مصالح وأعتقد أدوا أداء اللي كلنا بتعاودين منه عن لعيب النادي الأهلي بمعايا زياد أسامة يعني نجم فريد 19 سنة والنهاردة بتلعب مع الفريد أول أعتقد ما حسناش بفرق أداء أكثر من رائع بنهنيكو عليه النهاردة أهلا وسهلا كابتن محمد محمد بقى قبل بداية المباراة الكلام اللي تكلم معاك في إيه أهم النصائح التعليمات للدير اللعب من غير خوف عشان تقدر تطلع كل اللي عندك ده كانت النصيحة الدهانية بلا ممتش بس الحمد لله قدر تعمل كل حاجة الدهانية وتشجيعها لعبك كبير طبعا كابتن عبدالله من بره طبعا إلعب ما تخافش عادي فهو ده اللي بيخليك متحمس اللي أنت تكمل اللعب وتلعبه كل ما عندك شايف أنكم حظوظين أنكم تلعبوا مع غيل من لعبين أحمد صلاح عبدالله عبدالسلام أحمد سعيد الجيل ده شايف أنكم محظوظين أنكم طبعا نحن نحظظ اللجاة البين اللي نحن عشان بلعب مع كابتن عبدالله كابتن سعيد وكابتن أحمد صلاح كابتن عبدالعي اللي نحن محظوظين جدا اللي نحن شاركنا في الفترة بتاعتهم دي شكرا بالتوفير في اللجاة دائما وزعت كابتن هيسا مكملين معانا ومنضميننا برضو واحد من العناصر الشابة المتميزة حمزة حمض الصافي يعني حمزة ألف وبروك الفوز والأداية النهاردة ربنا نخليك والله أنا مبسوط قوي إن أنا بتمرر مع الفرقة دي ويعني حاجة كويسة جدا وإن شاء الله ربنا يكرمنا في اللجاة ونقدر نكسب كل المشاط أهم بقى التعليمية النصايح من كابتن محمد واللعبين الكبار معك في الفريق طبعا كلهم بي يعني بيخلونا نلعب بارتاحية خالص ما فيش ضغطات علينا بنلعب يعني إن إحنا ما نغلطش براحتنا خالص وكلهم بيحمسونا بما فيهم اللعبة اللي برا وكلهم بيحتوى يعني كلهم عادي يخلص بنلعب برحيتنا وكل حاجة أعتقد بقى يعني بجانب جهاز الفن وكابتن محمد هنا في الملعب في دروس خصية بقى في البيت من كابتن حمدي يعني يقوله بقى يعني كابتن حمدي الصافي واحد من أساطير الكرة الطائرة في مصر وفي الناد الأهلي بيقولك وداما بيكلم معك فيها طبعا بيكلمني كتير في المطشاط والحاجات اللي أنا ساعات بغلط فيها بيكلمني فيها وإزاي صححها وكمان أخويا يوسف الصافي بكلمه كتير وهم الاتنين بيساعدوني يعني الغلطات اللي أنا بعملها في المطشاط وفي التمارين وكده ولما بحب أسألهم على أي حاجة بيساعدوني طبعا ما بيأخروش شكرك ومتمنىك دوامي التوفيق وإن شاء الله تكون نجم قادم في النجوم النادي الأهلي في كرة الطائرة ربنا أخليكم شكرا كابتن هايسا من دك اللقاء أنا مع عزياد أسامة وحمزة الصافي أعتقد النهاردة بنبارك لكل جمالي النادي الأهلي على ثلاث نقاط جديدة في مشوار المسابة وكمان على جيل جديد إن شاء الله قادر أن يكمل مسيرة وعطاء الأجيال اللي سبقوهم كلهم في الكرة الطائرة وزي ما بنقول دايما يعني كل الجمالي النادي الأهلي ما تخافوش على قرى الطائرة في النادي الأهلي لا في أجيال بسم النوى إن شاء الله وللعب كتير جاية من تحت إن شاء الله هتكمل مسيلة كل اللاعبين والكبار سواء اللي اختتموا مشوارهم ومع حرك موجودين دلوقتي في الستوديو أو كمان النجوم الفريق اللي موجودين حاليا دي يعني أجواء ولقاءاتنا بعد المباراة وإن شاء الله مستمرين في تغطيتنا مباراة الأهل والعامين كابتن هيسم الكلمة اللي كتفضل محمد توفيق زمانة من الأرض الملعب شكرا جزيلا ونقول لك كمان كل سنة أنت طيب عشان عدميلادك يعني بتبقى يعني إحنا في قناة النادي الأهلي ما عندناش أي حاجة بتعطلنا عن الشغل كل سنة طيب زميل العزيز محمد توفيق يمكن اللعب الزغيرين برضو حاسين بقيمة اللي هم فيها كابتن يعني حاسين هم بعصر جيل قوي وبتهيالي يعني أحد طموحاتهم أن هم يشيروا الراية في يوم الأيام خالفا لهذا الجيل طبعا اللعبية الصغيرة طبعا عليها عيب كبير أن هي قدامها اللعب الكبيرة زي أحمد صلاح زي عبدالله زي أحمد عبدالعال بيحاولوا يوصلوا لهم يحاولوا أن هم يقربوا شوية من الأداء بتاعهم القوي العلامي المتميزين به خليب أنا كابتن أنت كنت أحد يعني الجيل ده يعني طبعا الإصابة منعتك تكمل السن ده ولكن أنت كنت نجمي كبير جدا جدا يعني وكنت يعني من الناس اللي أنا كنت أحب أتسنى المباراة وقلب لاش أتفرج عليك شكرا جدا جدا جب أحمد نايسم يمكن أنا كنت من الجيل بتاع أحمد وعبدالله الحمد لله يعني طول عمري أخواتي طول عايشين مع بعض بس أنا هتكلم طبعا على اللعبة الصغيرة يمكن زياد أسامة لسه فضله سنيتين في مراحل للنشئين هو محمد طارق حمزة لسه فضله أربع سنين خلينا أنت ذكرت محمد طارق خلينا نشوف لقاء كده والنسمع برضو محمد طارق يقول إيه مع نرهان طبعا نتفضلين نرهان بجد التحية بيك يا كابتن هايسم وبضيوفك الكرام ومساء طبعا فل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وزي ما قلت فعلا يا كابتن هايسم معنا نجم مصاعد من نجوم النادي الأهلي محمد طارق برحب بك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي أهلا بك محمد دي تاني مباراة لك مع الفريق الأول كلمنا بقى عن يعني ضربة البداية كده وإزاي لعبت إزاي مع الفريق الأول وأنت لسه في النشئ طبعا يعني أول مشاركة بتبقى صعبة شوية موترة بعد كده اللعب الكبار طبعا بيسنده النشئين فبنبتدي نخش واحدة واحدة في الأجواء والدنيا بتمشي يعني بعد كده الحمد لله طيب قولي بقى كابتن كابتن المسلحي مدير الفني يعني توجهاته إزاي لكم في الملعب وإنت طبعا تحديدا وإنت النشئين أو اللعيبة النشئين توجهتهم إزاي في الملعب طبعا كابتن ميدو دايما بيوجهني على الاستقبال والدفنس لأن أنا لبرو فالليبرو دايما عنده الاثنين أسئين الاستقبال والدفنس فدايما بيقول لي يركز على الدفنس والاستقبال لأن دي أهم مرتين في الليبرو يعني بس بيدعيمني دايما طبعا اللعيبة الكبار بقى يا محمد يعني في الملعب احنا كان معنا كابتن عبدالله عبدالسلام تكلم عنكم بصورة كويسة جدا وقال أنه أنتو يعني نواء إن شاء الله الفريق الأول للفترة اللي جاي لعيبة الكبار في الملعب بيوجهكم إزاي طبعا كابتن عبدالله كابتن أحمد صلاح كابتن أحمد الناس كتير قوي اللي فرق وكل أعتبر بتسند الناشئين يعني وبيدعمونا جامد لو ضعنا كرة بيدعمونا عادي ولكن حاجة حصلت مش بيحاولوا يشدونا في الملعب بس والحمد لله نحن نكون نقدر مسئلات إن شاء الله يعني ونكمل عايز تبقى زي مين في يوم بقى كابتن محمد رمضان وكابتن محمد معه طبعا شكرا لك يا محمد جدا ونورتنا في شاشة قناة ناديل شكرا ده كان لقاءنا طبعا مع محمد طاري أحد الناشئين اللي تصعدوا مؤخرا لي الفريل أول كابتن هيسم شكرا لك جدا وعودة إلى الستوديو نورهان طبعا الشكر ليكم انتو بشكركم شكرا جزيلا ولقاء مع محمد رمضان كنا لسه بنتكلم وكان لقاء مهم جدا محمد طاري ناسف وطبعا لأول مشاركة لي ويمكن هو رهيب الموقف شوية طبعا يعني محمد لسه فاضله زي ما بيقول كده ممكن حمزة فاضله أربع سنين فإن هما يكونوا موجودين مع الفريق الأول ده حاجة كبيرة جدا وإنه يلعبوا مطشي ويقدوا بالشكل المميز اللي احنا شفناه النهاردة دوت ده حاجة بالنسبة لهم كبيرة جدا وحاجة بتتحطلهم في السيفين ده بتاعهم إنه لعبت مطشي قدام فرقة العالميين ممكن تكون الفرقة شوية ما جنينش دين دل نادي الأهلي بس هما فعلا قدوا بشكل كويس جدا كابتن محمد مصلحي طبعا قال إن زياد بيتمرن بقاله 3 سنين وحمزة بأول سنة ومحمد طريق برضو أول سنة وهم لسه فاضلهم فترة كبيرة في مراحل النشئين يعني هما هيوصلوا على السن بتاع الدرجة الأولى اللي عبين عدد كبير من المطشوات وشاركوا بشكل كبير وشاركوا بشكل أساسي مع التدريبات بتاعة الفرقة فده هيأهلوا منهم يعني أتمنى أنهم يبقوا والعب العالميين زي طبعا أحمد وزي عبدالله فده إن شاء الله عندهم أمل وفرصة كبيرة إن هما يوصلوا للمراحل كبيرة جدا إن شاء الله في الفريق أكيد برضو يا كابتن برضو كريم يمكن إحنا عندنا مباراة جاهة الزهور إن شاء الله يمكن برضو كات نورهانسر سألت كاتر عبدالله عبدالسلام مباراة جاية وبرضو نادي الزهور في الإصاعد محترم برضو شايف المباراة دي هتبقى إزاي أكيد طبعا المباراة اللي جاية مع نادي الزهور هتبقى مباراة أهمية نادي الزهور أكتر من النادي الأهلي إن هما بيلعبوا على المركز الثالث إن هما عايزين يصعدوا طبعا دي حاجة في حد ذات هتكون ميزة اليوم إن هما يلعبوا في المركز المتقدمة فيكون بالنسبة لهم مباراة مهمة جدا إحنا طبعا كابتن محمد مسلحي بقدر في مرحلة المجموعات إن هو يجرب أكبر عدد من اللعيبة عشان نقف على الحالة البدنية والفنية للعيبة كلها يعني النهاردة زياد النهاردة لقيب أعلى مسجل النقاط المباراة الجاية برضو هادي فرصة للعيبة تانية حمزة النهاردة فطبعا يعني الدور الأولاني أنا شايف إنه لي ما كسب كبيرة جدا بالنسبة للعيبة الناشئين واللعيبة اللي لسه رجع من إصابات برضو إنها تقدر تجهز برضو في المباراة دي عشان أقل حدية شوية عن الدور الجاي فنبقى داخلين الدور الجاي إن شاء الله يعني قوام الفريق كله وجهز للغادور الجاي إن شاء الله صحيح وكابتن يعني المباراة برضو الزهور بتاقي نفس الكلام يعني هي برضو هتبقى استكمالا للجوالات اللي بيجرى فيها اللعيبة الزغارين ممكن لعيبة مصابة ترجع يعني برضو ماتش لأكيد أهمية غير المكسب طبعا زي ما قال كريم إن ماتش الزهور هيبقى أهميته أكتر لنادي لنادي الزهور مش لنادي الأهلي يمكن النادي الأهلي كسب ماتش الزهور اللي فات 3-0 بس النادي الزهور هيبقى لتوقتي بلعب على مركز ثالث هو عايز يحقق نتيجة كويسة مع النادي حالقل ياخد شوت يعني الشوت ده يفري معك طبعا يفري معك جدا في الترتيب بتاعه وممكن يتحول من رابع للثالث فهو يتمنى إنه هو يوصل الثالث عشان يخش الدور الثاني فبتالي إن الماتش هيبقى أحسن من الماتش النهاردة شوية بس طبعا غبرة النادي الأهلي هتحسن إن شاء الله الماتش برضو بنتيجة 3-0 طبعا معاودة اللعبة المصابة إذا كان أحمد أو إذا كان أطبا أو حسام ومعاود إن شاء الله يكون في الطريق وراجع الحاجات دي كلها هتخلي الماتش يعني أتمنى إنه هو يبقى أحسن من شوية هنستنى الماتش اللي جاي وكان طبعا كابتن ميدو هيبدأ برضو يجهز الناس اللي هترجع من العناصر الكبيرة إلى حد ما فترة يدوم جزء من المباراة فهنشوف إن شاء الله الماتش هيبقى أحسن من كده تبقى لي يا كابتن كان يمكن النهاردة يعني شوفنا كابتن محمد من صلح ميدو كان يمكن عصابه هادية طبعا المباراة مشة بشكل جاي جدا وكان في نفس الوقت بيحاول يشارك أكبر عدد من اللعبين بس يمكن في البداية كان بدأ بداية قوية بتشكيل قوي عشان يقدر يفرد كلمته من أول المباراة شايف كام ده صح ولا هو ما كانش فارق مع بداية المباراة من نهايتها لا هو كابتن ميدو كان تقريبا فارق بدأ بالتشكيل الأساسي يمكن بس مش بدأ بابد الله بس هو بعد كده لما جيه نزل في النشئين أو اللعبة الصغيرة رح ننزل معهم عبد الله ويطلع مورجان الموضوع ده بيخليه دايما يبقى فيه قائد في الملعب زي ما شفنا كان مورجان عارف يماشي الملعب كويس بطريقة كويسة جدا وشغل الناس كلها وكان مع أحمد سعيد وكان مع أحمد عبد العالم عارف أنه هو يطلع الشروطين اللي لعبهم على الزكورة 12 طبعا أي مدير أي مدرب أو أي مدير فني بيحب يبدأ المباراة بالتشكيل الأساسي بتاعه أنه هو يبدأ يكسر حدة الماتش ويخلي الفرقة قدامه أنها تحسن أنها تلعب ماتش قدام فرقة صعبة جدا ونحن نازل ما يتمسكين بالماتش بالضبط أنا حتى مديش إحساس للفرقة بتاعته أن أنا نازل الماتش بالنسبة لي سهل لا أنا نازل أقدي بقوة برجولة أنا نازل أكسب الماتش 3-0 الإحساس ده بيفضل مع الفرقة بتاعته لغاية من أول الشروط لغاية الشروط الأخير حشان كده لأن الشروط الأخير حتى لما مع التغييرات كلها يمكن حصل ست مختلفين عن الستة اللي بدأوا لأن السكور ماشي كويس والنتيجة ماشية كويسة وطلعت أفضل السكور في الشروط الأخير طب كابت كريم أجل حداك يعني هل في مجموعة يعني احنا شفنا المجموعة النهاردة اللعيبة الصغيرة شفنا طبعا تاني محمد طريق الصغير عبد الرحمن سعودي عبد الرحمن الحسيني شفنا يوشف مرجان شفنا زياد أسامة حمزة الصافي هل في لعيبة تانية يعني موجودة أو مع الفريق والنهاردة مشاركتش عشان برضو من بخص حقهم أو ممكن هيخذوا الفرصة في المشاركة اللي جاية هو يمكن كابتن محمد في الدور الأولاني بشارك اللعيبة كلها يعني إحنا لو ما يخلص الدور الأولاني هتلاقي إن الفرقة كل كلها شاركت وموبرات ما فيش حد ما مشاركش بخلاب إن إحنا نلعيب الأمريكي بتاعنا كمان لسا مش موجود المحترف يعني عرفت من هيجة 2 فبقات 2 يناير يعني يعني المحترف برضو ده من القوة الضربة للفرقة فإحنا هنبقى مخلصين الدور الأولاني لأ يعني كاهم الفرقة كلها هتبقى شاركت بنسبة كبيرة جدا إلا الإصابات وكمان كابتن محمد الدور الأولاني هو عينه طبعا على دور اللي جاية فالتمرين مكسافة صبحه بعد الدهر وليسا بيقول كان بيقول في اللقاء بكرة الصبح تمين على طول بالزبط يعني هما بتمرنوا الساعة عشر الصبح ممكن يبقى في الجامعة بعدها فوليب الليل التمرين بيبقى فيه تأسيمة في خلال الفترة دي بيبقى فيه لعي المباراة الدور الأولاني فطبعا هو معالي الحملة أوي دلوقتي في الفترة دي عشان من الدور الجاية الحملة هيبدأ إقلي شوية عشان المراحل المتقدمات طبعا بس هل بحكم الحقيقة قريب من الفرق هل فيه لعيبة تانية يعني ممكن تشايف أنها غير لشركة النهاردة بتمرم مع الفريق ممكن يكون جورها الدورها جاي هيلعبهم مثلا يعني كواليس اللعيبة الناشئين أو اللعيبة صغرين أكيد طبعا يعني احنا عندنا في قطاع الناشئين عندنا قاعدة كبيرة جدا طبعا احنا عندنا الزياد ومحمد طارق وحمز هم اللي بتصادوا لفريق الأول عندنا برضو صناع لعب برضو مميزين جدا في مرحلة الناشئين وعندنا لعيبة برضو سناتر بلوك برضو كويسين فطبعا ده بيبقى دافع لهم وماشا كبير عندنا طبعا يعني ثلاث لعيبة ليه إبوش خامسة ليه إبوش ستة إبوش سبعة برضو ده يبقى قاوم للفرقة للسنين الجاية فيمكن كابتن محمد دقينه دايما على قطاع الناشئين إن اللعيبة المميزة طبعا بيتم تصايدها إنها تتمرن مع الفريق الأول ده طبعا بخبرات ليهم كبيرة جدا إنهم لما يتمرن مع كابتن أحمد صلاح أو كابتن عبدالله ومع اللعيبة كبيرة دي طبعا ده بيعود عليهم طبعا بخبرات كبيرة جدا اللعيبة بيخلى عندهم سكة في نفسهم أكتر بيعلم مستوام البدني والفني يمكن هم كل يوم دلوقتي في الجيم عندهم جرعات معينة من تدريبات الجيم فكل ده بنعكس على اللعيبة طبعا في مستوام البدني ومستوام الفني صحيح طب كابتن حسام يمكن عنا برضو على النتائج التانية الفرق الأخرى هل تفرقت على فرق تانية كابتن؟ هل شفت مثلا أي فريق؟ هل سمعت على النتائج فيها مفاجأة من المجموعات التانية؟ يعني برضو إبقائنا على الدوري كده؟ لا هو يمكن يكون المجموعات التانية برضو حالها نفس حال المجموع بتاعتنا كده لأن ده دور التمهيد فبتبقى فيه فرقات كبيرة جدا بين الفرق الصف الأول وفرق الصف الثاني وفرق الصف الثالث يمكن ما يكونش فيه أي مفاجأات خالصة يمكن المفاجأة هتبقى في الدوري اللي جاي لما الفرق بقى تبدأ مستوى هيبقى متقارب شوية الفرق الصف الأول هيبقى فيه فرقتين مع بعض فرق الصف الثاني هيبقى فيه فرقتين ثلاثة مع بعض فده هيبدأ يبقى فيه لعبة شوية في النتائج الحاجات دي كلها هتأثر بعد كده على الأدوار النائية أنا بس أعايز أضيف حاجة صغيرة بس على الكلام بتاع كابتن كريم يمكن السنة اللي فادت أو السنة اللي قابليها كان في ظروف الكورونا زي ما حضرتك ذكرت كده النادي الأهل اعتمد بشكل كبير جدا على الناشئين يمكن كان بيتصعد من فرق الشباب والناشئين حوالي ما لا يقل عن عشر لعيب احتاشر لعيب ولعبوا الدور الممتاز الدور التمهيدي كامل وكسبوا وقدرنا نكسب الدور في الظروف دي الفرقة كلها كانت عندها كورونا كابتن محمد طبعا اعتمد على الناشئين بشكل كامل في الدور التمهيدي فالحاجات دي بتطمن أن النادي الأهل والنادي بيطلع لعيبة كويسة في المراحل كلها وقدرنا شايفين النهاردة وهو أربع لعيبة شاركوا مع النادي وكسبوا بذكور كويسة نعم يعني بشكل كبير أنت بتطمن الناس وتقولهم يا جماعة احنا كل سنة على الأقل عشرة وشاركوا من السنة اللي فادت يعني مش البداية السنة دي بس كابتن محمد مصر الحميد وكان بيشاركهم من السنة اللي فادت وخلينا أقول برضو أنه يمكن هو دي ساسنا دي الأهل وفوليبول مش هنقدر نكمل إلا بأجيال لأنه لأنه أنت بحق النتائج وزي ما قالت نرهان في اللقاء مع عبدالله ودائما الكرة طائرة في حتناء والتاني والتالي الأمور هتبقى صعب وخلي بالك النهاردة نشوفنا النهاردة يعني فرق الأعمار بين اللعيبة عبدالله مثلا أحمد صلاح وأحمد عبدالعال وبعد كده نبدأ ننزل بالأعمار شوية نلاقي في عصران في أحمد سعيد في عبدالحليم يعني الأعمار متفوتة في الفرقة دي حاجة بتطمن أن احنا عندنا لا استمرارية في الأعمار احنا ما عندناش ناس كبيرة فرقة سنة مش كبيرة فرقة سنة مش صغيرة لا احنا عندنا استمرارية في الأعمار عندنا كل الأعمار في الفرقة ده بيدي طمقنينة للفولي الفناني ان احنا عندنا سنة واثنين وثلاثة وعشر سنين لقدام الحمد لله طب قولي يا كابتن يعني برضو النهاردة السيدات بقى مانحة إنجاز كبير والنهاردة 77 انتصار متوالي يعني بأكبر فريق في العالم في السيدات يحقق هذا الانتصار بتخيل برضو دي زي ما هي إنجاز كبير برضو مسؤولية يعني خلي بالك الناس هتبدل تقول لك طب هنوصل لرقم كام فطبعا دي مسؤولية كبيرة يعني فتحب تقول لهم إياك واللي أنا عارفوا إن فرقة السيدات عينيها على الميت مباراة زي فرقة الولاد والموضوع قريب إن شاء الله يعني لسه الدوري طويل بتاع دوري السيدات لا ال77 دول مش هيبقوا 77 ال77 دول هيزيدوا كتير جدا احنا لسه عندنا الدوري لسه عندنا الكاس وإن شاء الله الدوري والكاس بتوعنادي الأهلي وبطولة أفريكا وبطولة العربية لأ هم عندهم أمل وعندهم فرصة كبيرة إن هم يوصلوا للرقم دوت ممكن كمان يعدوا المية بشوية وتبقى أكتر فرقة في العالم وستوى العالم نتحقق الرقم دوت وأنا أتمنى طبعا كابتن حمد الصفي مدرب كبير قدير طبعا ويعني أتمنى إن أنا شوف فعلا إن هم يقدروا الحقق والإنجاز الكبير ده صحيح ورأيك يا كابتن كريم في الإنجاز ده يعني أنا شايف إن الإنجاز على قدم هو إنجاز كبير على قدم هو صعب إن أنت بتتحدى نفسك صحيح يعني هم بيتحدى نفسهم هم بيكسروا الأرقام بتاعتهم يعني أنت لما بتكسب سبعين مباراة أنت عايز تزود عايز زي ما كابتن حسان بيقول أنت عايز توصل للمية مباراة فأنت بتتحدى نفسك فدايما هم دايما إذا كان فريق السيدات أو الرجال عندهم الدوافع على طول متجددة يعني إحنا ما كسبناش مطولة واحدة فخلاص كده لا إحنا عايزين نحط في السيفي بتاعنا لا إحنا كسبنا مئة مباراة 150 مئتين مباراة عشان الأجيال اللي بعد كده تبقى عارفة أن الجيل ده في النادي الأهلي إذا كان سيدات أو رجال إحنا وصلنا لهدف معين إن إحنا مش عايزين ننزل عنه فطبعا ده تحدي كبير جدا ليهم إن الدوافع دايما تكون عندهم متجددة إنهم يقدروا يكسبوا بطولة الدوري بطولة الكاس عندنا بطولة أفريقية بطولة العربية فدايما الدوافع تبقى متجددة في إن إحنا نقدر نزود من الانتصارات والإنجازات وطبعا ده حاجة كبيرة جدا مشارفة جدا ليهم في السيفي أكيد يا كابتن أعزاب الشهدين خلينا نطلع للفاصل السريع ونرجع نكمل تقاطياتنا المستمرة الأهلي والإعلاميين بعد فوز النادي الأهلي 30-25-12-15-12-15-25-9 ولكن بعد الفاصل خلينا أفكر حضراتكم إن المطش الأهلي النهاردة كان في الجولة الستة في المجموعة الأولى اللي بيقع فيها النادي الأهلي في دي بداية الدور التاني يمكن المباراة القادمة إن شاء الله مباراة نادي الزهور هتلعب على صلاة الأمير عبدالله الفصل إن شاء الله يوم الاتنين القادم وبإذن الله نلعيها لحضراتكم وطبعا هتعرفوا التفاصيل أكتر على شاشة قرناة نادي الأهلي إمتى المباراة وإمتى الستوديو التحليلي هنقول لحضراتكم التفاصيل كلها بس خلينا نروح لأرض الملعب وزامنا محمد توفيه ولقاء مع أحد اللعيبة النهاردة اللي كانت مميزة جدا وأحد نجوم اللقاء يوسف مرجان اتفضل محمد تحديث لي كابتن عيسى من جديد وضيفة الكرام في الستوديو التحليلي وكل مشاهد المتابعة قناة النادي الأهلي ولقاءاتنا بعد وبرات الأهلي والإعلاميين واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بسيطة أشوات نظيفة يعني معنا واحد من لعيب النادي الأهلي اللي زي أقول بقى طلع السنة عارة كده البتروجيت ورجع تاني يوسف مرجان يعني الحمد لله على السلامة نهاردة ده أكثر من رائع أعتقد استفدت كتير من فترة العارة الحمد لله طبعا السنة اللي فات كنت طلعت عارة في بتروجيت علشان ألعب فترة أكبر الحمد لله أدينا فيها بشكل كويس وكابتن ميدو كان في جهز السنة دي وقال لي ان احنا يعني الحمد لله كانت تجربة كويسة ووقت ان انا أرجع النادي الأهل الثاني طبعا استفيد معنا يعني اتنين من احسن احسن اتنين صنعين ألعاب في مصر وافريقيا عبدالله عبسلام وحسام يوسف قال لي ان انا الوقت ده ان ارجع وحاول استفيد منهم الفترة الجاعة لقد ما أقدر ومن خبراتهم وبصراحة الجهاز الفني كله بيشتغل معايا كويس وعبدالله بينصحني كتير وحسام وانا على قد ما أقدر بحاول اسمع كلامهم بس طبعا يعني ان شاء الله فيهم لاي مقدر أوصل لمستوهم يعني لانهم يعني عملوا كل حاجة في الكرة الطائرة بزات عبدالله وطبعا وحسام يعني اتنين من احسن صنعين اللعب في افريقيا والحمد لله يعني بليها الشرف ومبسوط ان انا بلعب معهم يعني وان شاء الله بإذن الله اقدر اكمل بعديهم يعني نفس المسيرة بتاعتهم يوسف اكيد فرقة ماك نفسيا ان كابتن ميدو سندي يطلبك وانك ترجع تاني وتكون موجودين يعني زي ما تقول اتنين من احسن صنعين اللعب موجودين في فريق ومع ذلك بيستعمل بخبراتك وبمجهودك وبرجعك تاني للفريق السندي اه الحمد لله طبعا طبعا كانت حاجة كويسة قوي بالنسبة لي ان انا بعد يعني اخرج سنة عارة ان كابتن ميدو يقول لي ان انا النادي الاهل يعني ان انا رجع تاني النادي طبعا ده كان حاجة كويسة لي وزادت ضغط علي ان انا عايز دايما يعني عند حسن ظنه انما اثبت له عن ان هو اختيار وما كانش غلط فده برضو يعني بيشجع وفي نفس الوقت بيحط عليك ضغطات لان انت طبعا اللعبة في النادي الاهلي غير اللعبة في اي مكان تاني اي مكان تاني انت بتلعب عادي براحتك مفيش فيش عليك اي ضغطات ممكن تكسب لو خسرت عادي مش مشكلة اتعوض في اللي جاي بس طبعا في النادي الاهلي انت بتحاول دايما تكسب انت خسار شوت واحد بس مع الفرقة اللي موجودة دلوقتي بتبقى بتعتبر يعني حاجة مش كويسة وبتبقى بتعمل زي يعني هزة اللي هو احنا الفرقة بتاعتنا السنة دي والسنين اللي بلي كده ماينفعش يخسر شوت وكابتين ميدو بيشارك فيها كل الناس من غير اي قلق يعني وبيحاول دايما يدي فرص لكل العيبة اللي بتاعة موجودة والحمد لله يعني غاية دلوقتي الناس مش كويس يعني عدد حوص نظن بإذن اللي نكمل على خير يعني اهم التعليمات النهارده بقى قبل بداية المباراة كابتين ميدو يعني قال لك انت زي مرور راجع من اعارة اللعبين كمان الصغرين كتير كمان في الملعب يعني اهم التعليمات لك قلتين النهارده والله انا النهارده بدأت الماتش كابتين ميدو قال لي العب براحتك زي ما كنت بتلعب في الاعارة وزي ما بتعمل في التمرين مش عايزين منك حاجة يعني زيادة العب لعبك الطبيعي والحمد لله بدأت طبعا كنت الناس كلها حتى لعب اللي معي الكبار العب لعبك عادي ما تحطش عنافسك ضغطات الحمد لله واحدة واحدة مع الماتش سخنت بتتأخذ السكة لعبت والدنيا مش تحلو الحمد لله يعني اظن يعني ان ده كان النهارده كويس المباراة جاء ان شاء الله مع الظهور ست مباراة بستة فوز اعتقد ان احنا نبدأ بقى نطمع الفترة جاء ان احنا نعمل سلسلة من انتصارات المتتالية ونعمل رقم كاس جديد ان شاء الله الفرقة الماستر زي فنز علي ربنا يكرم طبعا احنا كان لنا سلسلة انتصارات متتالية قبل كده كانت كانت صارت الميت ماتش ان شاء الله المجموع 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 دلوقتي تقدر تعمل احسن من كده وطبعا مهم جدا انت انتصارات متتالية كتير بس انت في الاول في الاخر اهم عاجب النسبة لك ان انت في الاخر تاخد البطولة ربنا يكرم السنة دي ان شاء الله ونحاول ناخد كل البطولات اللي هنشارك فيها اي ان كان البطولات دوري كاس بطولة عربية بطولة افريقية باذن الله بطولة الجهاز الفن ياخد القرار ان احنا نشارك فيها باذن الله اي ان كان من اللعيبة اللي هتكون موجودة باذن الله يبقوا على قد المسئولية وباذن الله يفرحوا الناس يعني ونكسب باذن الله كل البطولات شكرا بسي من اتنركوا التوفيق دايما ودايما ان شاء الله فانت سارطة بطولة النادي الاهل شكرا يا غيري ربنا اخليك كابتل هايسا من دقل اللقاء مع يوسف مورجان احد اللاعبين العائدين من الاعارة ومن صفوف بترجيت للموسم الماضي اعتقد يعني سياسة الجهاز الفني ومجلس سارطة النادي الاهلي سواء التدعيم او الاعتماد كمان على الناشئين دادة لقاءاتنا اجوائنا هنا من داخل صادة العمير عبدالله الفصل بالنادي الاهلي ان شاء الله دايما النادي الاهلي في انتصاراته وفي افراح وطبعا بنبارك لكل جمه West النادي الاهلي على الفوز بالسوبر الافريكي للمرة التامنة وان شاء الله دايما النادي الاهلي في المقدمة ان شاء الله دايما النادي الاهلي رقم واحد كما دايما ihn جد Grey مؤهور لعبين تفضل زميل محمد توفيق من أرض الملعب بشكرك شكرا جزيرا يمكن كان لقاء مع يوسف مرجان وكان مهم جدا نتكلم عن فكرة الإعارة. النادي الأهلي طبعا عشان عنده زي ما بيقولوا وفرة من عدد اللعيبة الناشئين اللي طالعين زي ما كنا بتكلم مع الكباتن الكبار النورين في استوديو بيلجأ انه يطلع اللعب إعارة سنة أو اتنين بياخد خبرات وبيرجع تاني للنادي الأهلي كابتن حسامي يمكن التجربة دي نجحت مع عدد كبير من اللعيبة وبتأتي ثمارها على اللعب وعالنادي طبعا يعني احنا عندنا عدد كبير من اللعيبة طلعناهم في خلال السنتين الثلاثة اللي فاتوا لعيبة كثيرة طالع إعارة يمكن يكون أغلبهم لعبة منتخبات لعبه في مراحل منتخب الناشئين ومراحل منتخب الشباب وعملوا مراكز كويسة كبيرة يعني عندنا مروان الصافي مثلا طالع إعارة وكان رابع عالم في بطولة الشباب في بطولة الناشئين وعندنا طبعا حمادة أطول سنتر بلوكي كان موجود في النادي الأهلي وعندنا برضو يمكن عمر شريف برضو طالع إعارة السنادي خلي بالك لإعارة ممكن تبقى داخلية وخارجية يعني يوسف الصافي طالع بره في فرنسا الحاجات دي كلها بتخلي اللعيب يرجل على النادي الأهلي عنده خبرة كبيرة لعب ماتشات كتيرة حجم كبير ممكن ما يكونش ياخد فرصته في النادي إنه هو يلعب الماتشات ديت لأ هو بره طبعا هيخد فرصة كبيرة أنه هو يلعب الماتشات ديت يبقى عنده احتكاج بالفرق عنده مواقف ملعب كبيرة كتيرة قابلها وتعرض لها فيقدر بعد كده أن الحاجات دي تبقى زيادة للخيبرات بتاعته لما يجي يلعب في النادي الأهلي تاني لأ هو لعب فترة ولعب كتير فالحاجات دي هتبقى وقفة معا أنه هو يقدر 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 بشكل أحسن لما يرجع النادي الأهلي أكيد وكابتن كاليم بتهقلي برضو يعني وجيت نظر حدك عن العارة خاصة أنت مرنت لعيبة كتار وشفت اللعيب لما يطلع عارة ده بيبقى استفادة لها استفادة يعني سلسية استفادة اللعب نفسه استفادة للفرق اللي طلع لها عارة لأنه جاء لها لعب كويس حاجة تالتة استفادة النادي الأهلي لما يرجع اللعب أكيد طبعا أنا أشوف أن الاستفادة كمان من ناحية كابتن ميدو ومن ناحية اللعيب يعني كابتن ميدو دايما نحطت مصلحة اللعيب فوق أي حاجة لما يشوف أنه عنده لعيب كويس بيطلع عارة عشان يحتك بره أكتر برضو عينه أنه هو عايز يصنع جيله ويعمل جيل للنادي الأهلي لمدة عشر سنين قدام فيمكن زي ما كابتن حسام قال عندنا خمس ست لعيبة أصلا في أعراض بره من السنة اللي فاتت وكلهم بالعب في أندية أندية كبيرة جدا عندنا برضو يوسف الصافي محترف دلعتي في فرنسا فيمكننا عندنا أصلا سكواد جوه النادي دلعتي فرق كوي جدا وعندنا خمس ست لعيبة في أعراض برضو لعبة كويسة جدا بتاخد خبرات وتسكل بالخبرات في الدورة ممتاز في الوقت اللي كابتن ميدو هيحددوا أن هما يرجعوا تاني هيرجعوا طبعا لبيتهم تاني النادي الأهلي فيمكن إحنا دلوقتي بنعد جيل للنادي الأهلي عشان ما الناس ما جيش تقول إحنا معدل العمار عندنا في الفرق بيعلق أو المعادل الفرق دي قدام سنتين ثلاثة لا بالعكس إحنا الفرق دي قدام عشر سنين كمان قدام فإحنا عندنا الجيل أول وصف أول وصف تاني وصف ثالث فلا أنا بنتأمن الناس إن إحنا كرة الطائرة في النادي الأهلي بخير وطول ما الكرة الطائرة في النادي الأهلي بخير منتخب مصر بخير وخلينا أقول لك برضو يا كابتل الفكرة من كتر ما هي يعني جابت نتيجة كبيرة جدا في الكرة الطائرة أنا بقول لأ ما تتعممش على كل الألعاب يعني مثلا لو جينا لكرة السل أنا كل سنة بيجي للحقيقة أو الجيل بيطلع بيبقى في اتنين تتعيب مميزين جدا طب ما نطلعهم إعارة خاصة في ظل اللايحة الجديدة بتحت حد السلة أن إنت لو أول الدوري لك تعاقد واحد تاني الدوري طب ما نطلع أولادي إعارات واسبهم سنة واثنين وداتة بس هنا الموضوع يعني بيبقى برغبة اللاعب كمان يعني أنت عشان طلع لعيب إعارة لازم بتبضيها عاد الأول أكب طبعا يعني هو اللاعب بيمضي عادة ثلاث سنين أو أربعة سنين على حسب لايحة النادي أو على حسب رؤية المدير الفني وأبدأ بعد كده أطلعه ممكن أطلعه موسم ممكن أطلعه موسمين ممكن أطلعه ثلاثة وبعد كده يبدأ يرجع للمرة تانية بس كل ده بيجي على موافقة اللاعب نفسه اللاعب نفسه عنده إنه يرجع مرة تانية النادي الأهل صحيح إنما اللاعب اللي بيطلع عارة عن طريق النادي الأهل لا بيبقى فرصته كبيرة لأن الجهاز الفني زي ما هو بيوسص اللاعب اللي موجود عمها في الفرقة بيبقى برضو بوسص اللاعب اللي مطلعها عارة صحيح وضعها عمل إزاي في الأنديال اللي بيلعب فيها عشان بتلعب ما بيطلعبش مستوى بيطلع مستوى مستوى دي كلها بتصب في مصلحة النادي في الأهل خلينا أقول لك برضو يا كابتن أنت بتتحكم في الأعراض يعني ما هو برضو الناس جمهورينا دي إليها تسائل هنا سؤال هيقول لك طيب ما أنا ممكن لطلع كل اللاعب دي لطلع 3-4 العيبة يروحوا فرقة هي قريدي قوية الفرقة دي تكسبني فهنا توجيه الإعراض برضو مهم إحنا في الحالة دي برضو إحنا مش بنطلع 3-4 العيبة أنا مش بنطلع لطلع 2-3 العيبة مميزين جدا في فرقة كويسة في النادي بنفسني مثلا في نادي 3-4 نادي 3-4 نادي 3-4 وأجي بعد كده أجي لما ألعب معي مباراة مثلا ولا حاجة لا يا اللاعب بتاعتي أولا دي هم اللي بيكسبوني لا طبعا أو بيعملوا معي مطش جامد لا أنا بوديهم في فرقة أقل شوية بحس أن هم برضو يروحوا يلعبوا هم اللي يكونوا أساسي وهم اللي شايلين عشان يكونوا موجودين في الملعب أنا مش بنطلع لعيبة عندي مثلا موجود لعيبة دخلوا مثلا في فرقة بتلعب مثلا تاني دوري أو تالت دوري أو رابع دوري يروح يلاقي نفسه مثلا احتياطي شوية ما بيشاركش بالكم اللي أنا عايزه بصريح هو ما استفدش ما استفدش حاجة أنا عايزه أكتر وقت أنا ودي نادي يكون على طول هو اللي شايل الفرقة هو اللي بيلعب عشان يجي لي لأ عنده خبرات مش عنده خبرات الدكة لأ عنده خبرات ملعب أنه يقف الملعب فعلا صحيح يعني برضو يا كابتكريم أنت لما بتيجي اللعب يعني مسأنا لو لاعب يعني في النادي لأهل وطلعت أعارة النادي بيقول لي تعالى منذي أربع سنوات وأنا اللي هتلعك أعارة الحالة دي الحقيقة يعني يعني هنا بيبان بقى يعني اللاعب فعلا إذا كان هو عنده الرغبة الشديدة نرجع نادي الأهل تاني وبالذات في الكرة الطائرة هتلاقي الموضوع ده بيحصل أكيد طبعا لأنه نحسن فريق في مصر يعني ما فيش بلا منازع فهو لو نادي الأهل قاله تعالى ما فيش مشكلة ومش هي في مصلحته يعني فرد اللعب ده جاله عاد احتراف زي يوسف ولسه بيطمع مظهور فشايف الموضوع ده يعني 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 وجهة نظر اللعب من اللي موجهة نظر اللعب نفسه شايف الكلام ده بالنسبة له مجزي ولا لعب طبعا أنا أنا ما يكون لعب ناشئ لسه طالع يا فريق الأول بتبقى فرصتي صعبة جدا أنا لعب أساسي فطبعا بيبقى الخيار الأمثل لو كابتن محمد مسلح شايف أنه لعيب بشخصتي نادي الأهلي نوية الله فبيبقى الحل الأمثل أنه يطلع إعارة الاحتكاك الزيادة من اللعب في الدورة ممتاز يكون في فرقة ظاهر فيها ده بالتالي ينعكس على مستوى اللعب فبالتالي يرجع تاني للنادي الأهلي لكن لما يكون لعيب همه أناني همه مصلحته فانه لا أنا مش عايز أطلع أعارة أنا عزارة راح أعب في نادي تاني ووظهر بتبقى فرصته صعبة جدا أنه يرجع لكن أنت لما تبقى في الأعارة أنت دايما محطوط تحت عيني النادي الأهلي النادي الأهلي شايفك على طول مرأبك على طول باعتبلك معاه بالزبط يعني في لعيبة كتير جدا ممكن تكون في أعاراته مع ملاء بغرامج جوة النادي الأهلي أنهم برضو شغالين معهم برضو عينهم عليهم فطبعا اللعيب لما يجي له أعارة ده ما يشوفش أن الموضوع ده حاجة سلبية بالنسبة له ده حاجة إيجابية جدا وشوفنا أمثلة كتير جدا يعني في لعبة كتير جدا خرجت وكان عندها دافع كبير جدا بالتالي السنة اللي بعدها أو اللي بعدها في الوقت المناسب الجهاز الفني بيقول لها اللعب ده خلاص يرجع لما بيرجع ممكن أو ما بيلعبش بصفة أساسية زي لما كان في فريق المعارلي بس بيبقى لي دور في فريق أكبر وكل لما بيحتك أكتر وكل لما بيلعب أكتر طبعا هيبقى فرصته أكبر أنه يلعب في الملعب طب هل في أندياء أخرى بترجع لنفس الفكرة دي أو نفس الوسيلة دي أن يحافظ على فريق أو ولا بس النادي الأهلي يمكن إحنا عندنا في الكرة الطيرية في مصر هو طوبي هو النادي الأهلي وقاعدة في النادي الأهلي أكبر من أي نادي تأدي فمن أكتر النادي بيطبق قانون أو نظرية الأعراض هو النادي الأهلي الانديات التانية لا الانديات التانية هتلاقي في كل فرقة هتلاقي اثنين ثلاث لعيبة هم ى يمكن أيضا في نادي الأجاه يعمل ميز للأنداية كمان ما من اللاعبات اللاعبذ يتعني لها 1 قلعة أنت بتطwearها هذه اعراضاء في الم origام غير نادي الأجاه فورما أنت ضع الطاقة بحيث إن نرتكبوا في مستوى اللقبات نما بينماείifornos شهر Dia Bar كل استرداءها لما شهرünü على طاقة وما دخلوه فريق الأول وَرصيره لصنع اختلا Señor Brand فهما تستمر So for Mona بالتالي أنت بترتكب طاقة في ستم Aug التانية بتعلم المستوى الأندات التانية بيبقى بيبقى عندك صف تاني وتالت كمان في الأندات التانية وفي النادي الأهل صحيح ويمكن برضو أرجع يعني كابتل حساب وحدك طبعا يعني نجم في تدويب برضو بالذات في القطاع الناشئين والشباب يعني ما شاء الله يعني عمل إنجازات كبيرة جدا ينقص اللاعب المصري يعني خلينا نتكلم يعني نحن نفسنا نأخذ أوروبا زمن يد عمل كده ينقص اللاعب المصري إيه عشان نقدر نروح أقوى الدوريات زي الدوريات الإطالية المجرية البلغارية الحاجات أو الدوريات اللي بيبصوا دايما على اللعيبة اللي ينقص اللعب المصري اللي ينقص اللعب المصري عامة في كل الألعاب النظام الاحترافي بمعنى أنا باهمできない soll York أنا عايز Hokule في المستوى عالي أو أطلع للعب دوريات كبيرة بكون بفكر في المدرسة بكون فبقر في الكلية بفقر هيشتغل بفكر هروا حاجة اليه لأ لا النظام الاحترافي ده لأ حاجة انا النظام بتاعي اليومي مكتوب ومحطوط قدامي انا عندي النهاردة تمرين الساعة كذا عندي النهاردة هاكل ايه عندي النهاردة وقت فن هخرج فيه هعمل فيه ايه هتفسح ازاي كل حاجة مكتوبة ومدروسة بالورا والقلم زي ما بيقول انما احنا في مصر ايه لحد ما يعني بنحاول نتطبع ده شوية في النادي الاهلي بس يمكن يكون اغلب الاندية التانية لا الموضوع ده مش في دماغة لا احنا اللعيب بيحط مثلا عيلته بعد كده بيته ويحط الدراسة يحط الشغل بتاعه اذا كان موظف وبعد كده في الاخر خالص في الوقت الفاضي بيتيجي الرياضة فتيجي تبص للعيب ده لا اللعيب ده هو ده الوصل للمكسما بتاعه ما بيقدرش بعد كده يعدي الليفل بتاعه طب المستوى الفن يا كابتن شايف نقدر يعني الاطوال الاجسام اللحية البدنية الناحية الفنية الناحية المهرية نقدر يعني نقدر نلاقي عندنا لعيب او اتنين بيلعبوا في الدوريات الاوروبية طبعا يعني احنا عندنا فرق خصوصا في فرق الناشئين احنا بنحقق مراكز كبيرة جدا ومراكز متقدمة جدا على مستوى العالم يمكن عملنا قبل كده مركز رابع عملنا مركز تاسع بس نيجي بعد كده لما نلاقي اللعيبة ده يتوسط عملت ايه بعد كده مع الدرجة لقول لا بنلاقي ان اللعيبة مستوىها بيعدت شوية او ان هي ما اتجهزتش او ما اكملتش الانجاز اللي هي عملته بسبب الظروف دي اللعيب بيبقى مثلا في مرحلة الناشئين لسه في المدرسة في سنوية عامة بعد كده بيفكر هيخش كلية ايه عايز بيدور على نادي بعد كده اذا كان يلعب فيه الحاجات دي كلها بتأثر فيه بعد كده لا بتخلي المستوى بدلا ما هو مركز في الوقت اللي هو بتاع مثلا التانية سنوي او اقولها سنوي في الفولي بس لا بعد كده في حاجات تانية بتخش جوه دماغه بتخليه بيبعد شوية عن الرياضة الحاجات دي كلها لو قدرنا نوفرها للعيب ان هو يبعد بيدا عنها يركز بس في الرياضة لا اللعيبة بتاعتنا دي كلها هتلعب في دورات محترمة كلها اذا كانت فرنسا او ايطاليا او روسيا كلها يلعب في دورات كبيرة انما احنا بنخلي اللعيب يفكر في الدراسة ويفكر في الشغل ويفكر في مستقبله برا الرياضة الحاجات دي كلها بتبعده كتير جدا عن الرياضة وعن المجال اللي هو ماشي فيه في سكره طب رأي كاكة تنكرية يمكن احنا ما بنقلش كخامات او كمستوى عن برا خلص احنا بس الفكرة كلها عندنا يعني محتاجين ان احنا شوال من ثالث بتاعت اللعيبة او الناشئ انها تتغير ببعا ان احنا لازم نبدأ نعودهم على عادات صغيرة انهم بدري الصحيان بدري كلام ده بفري جدا يعني انت اللعيب بيبع عنده مباراة تاني يوم وصهران فالموضع ده بقصد الفكر اصدق ان الفكر والي يقصد الفكر طبعا لازم يبدأ يتغير عند اللعيب يعني انت دلوقتي انت الرياضة انت لازم تكون محافظة على نفسك انت مختلف فلازم تكون حاطة قدامك تارجت انا ما بلعبش في مرحلة الناشئين وخلاص انا هروح اخش سنوية عامة وابطلق لازم يكون عنده فكرة الاستمرارية يعني اللي مخلي احمد صلاح وعبدالله عبدالسلام في المستوى اللهم في الاستمرارية والفكر عنده فكر يعني ما اقولش ان انا عندي حاجة وثلاثين سنة فانا خلاص بطلق ده بالعكس ده بيبدأ يزود على نفسه اكتر بيشتغل على نفسه اكتر بيجي مدرب خاص وبالدليل اتنين دول احترفه ونجح في الاتراب يعني احمد صلاح دلوقتي معه مدرب مخصوص غير الفرقة بيتمرر اللعيبة اللازم يكون عندها المنتاليتي اللي هو انا مش بتمرن الساعتين وخلاص انا عز اجري راح اقعد مع اصحابي لا يعني احنا لو عايزين نعمل منتخبات قومية او فرق قومية فعلا فعلا تنافس نفس المستويات العالية احنا عندنا المكوامات كلها بس الفكرة كلها ان احنا نجد من النشأ من السن الصغير ان احنا نحط قاعدة خط ثوابت ان اللعيب منه هو صغير عنده هدف معين او عنده تارجة معين ان احنا شغالين عليه فنبقى كلنا يعني زي ما يقولوا كده منظومة بتسلم منظومة اجيال بتسلم اجيال فنحنا مش بايد خالص يعني احنا طول ما احنا شغالين بنظم علمية زي ما بيقولوا لا احنا هنبقى قريبين جدا هنبعد عن العلم احنا بعيدنا جدا لا احنا عندنا في النادي الالف قطاع ناشئين مثلا في الكرة الطائرة لا احنا عندنا اجيال كتيرة كويسة جدا بس الاستمرارية ان احنا دائما نحط جواهم الدوافع والحافظ ان انت مش اقل من الناس برا تقدر انك تحترف في الدوريات الاوروبية اذا كان في الدوري ايطالي او الدوري الفرنسي بس اهم حاجة الاستمرارية والعقلية التضغير خليني برضو اطرح مع عدرككم امر مهم جدا معلش برضو يعني يمكن اللي ميز الكرة اليد يا كابتن حسام اللي احتكاك المنتخب بيطلع مش عشان يروح يلاعب نادي درجة تانية زي علعب تانية مش عايزة اذكر يعني او يروح يلعب فريق مثلا لا بيطلع يلعب منتخبات كبيرة يروح يلعب منتخبات زيه وممكن في الاول يخسر منها لكن بعد كده بيتجرع يعني هو المفروض ان الفرق اللي بتتعدل المنتخبات بتاخد فترة مثلا مالها كلها عن ست شهور انا باعد المنتخب دوت او ست شهور تامن شهور يمكن اكبر فترة اعداد بتبقى اربع سنين للأولمبيات يعني انا لما اجيدي فرقة هتلعب بالأولمبيات او عايز اتحقق حاجة في الأولمبيات انا باعد اربع سنين من الأولمبيات للأولمبيات اللي بعدها انما لو باعد الكاس عالم بيبقى مثلا سنة او اهل من سنة بشوية انما نظام ان انا اجي مثلا قبل البطولة بشهر او شهر ونص اجمع الفرقة وابدأ اجيب مدرب لسه المدرب لسه يتعرف على اللعيبة وابدأ اجهزهم وابدأ لهم مرحلة الاعداد الحاجات دي كلها بتبقى صعبة ان انا بدور بعد كده ان انا اروح امثل تمثيل مشرف اكتر من كده انا مش قدر حقا انما طول ما انا بفكر من بدري مثلا زي التحديث السنة دي عندنا يعني انا شايف ان فيه تفرج دي كبيرة جدا حصلة ان انا عامل نظام دوري محترم بالزبط عامل نظام دوري عامل مواعيد ماتشاط مواعيد مبوريات سابتة المدير الفني عارف ان هو هطلع بالحمل امتى ينزل بالحمل امتى الحاجات دي كلها بتساعد بعد كده لمنتخبات مصر انا يعني ان اذا اوقع في خلال شهر او شهرين هنكون عارفين من منتخب مصر بالزبط هندلو هندلو فترة كبيرة يقعف يشبص على العيبة يتفرج على الدوري يشوف اللعيبة للعناصر اللي عايزة دخلها جدا اذا انا فهمت من كلام حضراتكم انه هي منظومة منظومة متكملة سواء اعداد سواء احتكاك سواء من ثلاث للعيبة بالوضع ده قدر اشوف لعيبه اثنين وثلاثة اللي بره في الخارج على مهم انا بشكر حضراتكم اكباتي شكرا جزيرا انتوا نورتوني وشرفتوني النهاردة والف منهم مبروك ودائما بستفد منكم الحقيقة كباتي احنا بنشكر حضراتك جدا كتنهايسة ونشكر قناة النادي الاهلي اللي هي بتزلينا منشاط الكرة الطائرة طبعا ده حاجة مهمة وحاجة عظيمة ان احنا بنعرف الجمهور النادي احنا عندنا لعبة كرة طائرة مهمة وعندنا لعبة بتحقق انجازات وبطولات ما تقلش عن اي حاجة موجودة في الرياضة لا احنا في رية النادي الاهلي الكرة الطائرة حاجة زي ما يقوله فوق الخيال طبعا الحمد لله ومستوىنا بنزاجنا شربتنا كابتن كريم بشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن هايسة نتقل تحت لنا الفرصة ان احنا نطلع معاك وان احنا نقول ان كرة الطائرة في النادي الاهلي وفي مصر لا بخير وان شاء الله من تقدم لتقدم بإذنه ان شاء الله عزيزي المشاهدين دي كانت النهار ده جولة من جولات استوديو الأبطال الاهلي والإعلاميين والحمد لله 3-0 انتظرونا ان شاء الله يوم الاثنين وجولة قادمة ايضا هكون مع كرة طائرة الأهلي والظهور ان شاء الله يوم الاثنين القادم بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة وإلى لقاء مع جولة أخرى من استوديو الأبطال